لم تنجح معها كل محاولات الإخماد أو الإجهاد لتلبث أن تسكن حتى تعود أقوى مما كانت عليها وها هي ثورة تشرين تستعيد زخمها كما بدأت أول مرة حيث غصت ساحات وميادين بغداد وجنوب ووسط البلاد بالمتظاهرين من مختلف الفئات واستنتشار واسع للقوات الحكومية التي تمركزت على مداخل الطرق الرئيسة والمحيطة بالتظاهرات ولأول مرة أدت تساع رقعة التظاهرات في ساحات التحرير والخلان والطيران وجسراء الجمهورية والسنك إلى تمددها باتجاه شارع أبي نؤاس على نهر دجلة وتمكن المتظاهرون من الوصول بالقرب من مباني عدد من الأحزاب السياسية قرب ساحة كهرمانة في حي الكرادة في رسالة موجهة إلى القوى السياسية المدعومة من إيران والتي تتركز مقراتها في تلك المنطقة وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للتدخل الإيراني وحملوا لافتات رافضة لمرشح أحزاب الفساد كذلك شهدت محافظات جنوب البلاد جميعاً تظاهرات مماثلة تركزت في شط العرب وسفوان وأم قصر في البصرة وفي الديوانية مركز محافظة القادسية وفي الناصرية والشطرة والرفاع والغراف ضمن محافظة ذيقار كما شهدت مدن الكوت والعمارة والكحلاء والرميثة والمجر والهاشمية والسماوة والحلة تظاهرات مماثلة ردد المتظاهرون فيها شعارات قريبة لما ردده متظاهر بغداد مناددين بمحاولات بعض شيوخ العشائر التخفيف من زخم التظاهرات من خلال عقد مؤتمرات مدعومة من أحزاب السلطة وفي كربلاء استعادت ساحة التربية وسط المدينة زخمها مجدداً كما هو الحالف النجف التي تركزت تظاهراتها في ساحتي الصدرين وثورة العشرين وأقيمت فيها فعاليات مختلفة أقامها سكان النجف وضواحيها رغم إغلاق القوات الحكومية عدداً من الطرق المهمة وشدد المتظاهرون على رفضهم لمحاولات تحالف البناء الاستيلاء على منصب رئيس الوزراء اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين أكدت بدورها أن المتظاهرين يرفضون أي شخصية شاركت في العملية السياسية بعد عام 2003 حتى وإن كانت غير مرتبطة بالأحزاب الفاسدة مؤكدة أن المتظاهرين لن يقدموا أي مرشح أو خريطة للحل قبل حل البرلمان الذي وصل أعضاؤه بانتخابات مزورة لصالح أحزاب فاسدة تدين بالولاء للنظام الإيراني وطالبت البرلمان ورئيسه محمد الحلبوسي بالرحيل قبل فوات الأوان ترجمة نانسي قنقر